نظرنا و صوتنا عليه ما كان في أي مخالفة موضوع اللجنة التحقيق في تلقي النواب أموال خارجية هذا الموضوع ليش ما لا احنا رفضنا ليش لا احنا رفضنا لأنه ليس له أساس من الصحة وهو يبي يتهم نواب ان خذوا بعض أعضاء مجلس الأمة قدموا وقالوا ان احنا بناء على ايش بناء على تصريحات صحفية مني منناك كتب فلان وكتب علان وهي الآن حتى في قضايا في المحاكم بنا والله قطر متدخلة كذا وخيرة كلنا قمنا وعطت الحكومة قامت وقلنا هذا الكلام مو صحيح انت تتهم سلم البراك وتتهم عضاء الحركة الدستورية وتتهمد كذا انهم اخذوا أموال من قطر احنا نزهنا قطر ونزهنا نواب مجلس الأمة انتوا طالبتوا ان تشيلون اسم الدولة اللي كانت مقصودة وهم امتثلوا إلى خراحكم وشالوا اسم الدولة ليش ما رحتوا إلى لجنة التحقيق هم يقولون يقولون هم هذا هم يقولون احنا عندنا معلومات هذه المعلومات ما راح يتم الكشف عنها إلا بوجود لجنة التحقيق استضفنا النائب الفاضل نبيل الفاضل هنا النائب الفاضل فيصل الدويسان وأكدوا على هذا الكلام ان لو بالفعل انتوا قاعدون ماكوا شيء طيب لش خلفتوا وجود لجنة التحقيق لو عندهم معلومات شنطلعوها صار لنا الحين شهرين ونص من بدأ المجلس وهي كلها كلام والدعاءات ليس له أساس من الصحة احنا في المجلس اذا كان اكو بيانات معلومات وانا اقول الآن في من قناة الكوت في هذا اللقاء على المنصة اللي عنده بيانات ومعلومات شنطل ليش ما يوديها امن الدولة وليش ما يوديها النيابة وليش ما يوديها القضاء على كل واحد أولهم نواب الحركة الدستورية أو حتى على مسلم براك وغيره أنا اعتقد هذا نوع من الخلاف السياسي يبون يجرون دول الخليج حتى يدخلون في معارك بسبب خصومات سياسية وأطراف يمثلونها برا المجلس وهذا الكلام خطير أطراف يمثلونها برا المجلس نعم طبعا اقرأ انت بعض الصحف فيما يتعلق في هذا الموضوع تحديدا وشوف ليه اليوم وهم ينفقون في النار في هذا الجانب انزيل عندك بيانات ومعلومات روح حق الخارجية روح حق سمول أوي انت تتكلم عن خيانة انت تتكلم عن نوع من التعاون بين دول مع أطراف داخل ضد مصلحة الدولة شم قاعدك ليش ما تتكلم ليش ما تتحدش ليش ما تطلع المعلومات تتعذر لي تقول لي لجنة التحقيق ما لجنة التحقيق لذلك العملية هي نوع من المزايد السياسي المكان سمقبولة عندنا ورفضنا طيب قلينا هنا انتقل إلى موضوع تعديل